مش مكسفين من نفسوكو بقى؟ مش مكسفين وحاسين ان انتوا عملتوا حاجة غلط إدارياً كبيرة اتفضحت النهاردة وتكشفت؟ مش مكسفين النهاردة من كلام المهندس أحمد مجاد هو بيقولك التاريخ من يناير لفبراير دي المدة وإحنا رايحين نهجس ونبعت في شهر إبريل وننشيل اسم دوري أبطال إفريقيا ونهوبص ونضلل الناس ونضلل الإعلام مش مكسفين؟ لا مش مكسفين ليه؟ لأنه ده الرد بتاعهم الرد ده اللي انتوا حتشوفوه على الشاشة دلوقتي ده رد سيادتك في بيان سري آه سري ليه؟ لا ان أنا ما عنديش الجرأة ان أنا أعرضه لحضرتك على الصفحة الرسمية بتاعت الاتحاد المصري للكرة القدم أنا خاف فأعمل ايه؟ أبعاته للصحفيين على الجروب بتاع الصحفيين تعالي أوريكوا رد الاتحاد المصري للكرة القدم السري على الكلام اللي قاله كابتل محمود الخطيب وعلى البال والمسياحة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي قاله عنده حق بنسبة مليون في المية بس للأسف ضحق وفي ضياع الحقوق ألم كبير يا أخي أروح الماتش وأتغلب يا أخي ألعب على الأرض محايدة يا أخي وأتغلب يا أخي كورة يا أخي بس انت تضيق لي حقي ليه؟ بعمرت ايه يعني؟ قاعد في مكانك عشان تعمل ايه؟ تسبت الحقوق؟ ولا عشان خطت تضيع الحقوق؟ وتدعي باطلا فيما بعد انه لا دا يرضي ربنا يا أساس جمال؟ هل دا بقى هل دا هل دا اللي يرضي ربنا؟ ان احنا نقعد الناس ونقول لهم تعالوا نعمل اجتماع واهم ما حصلش؟ ونمضيهم على محاضر؟ هل دا اللي ينفع؟ طب هنطلع نعتذر لا احنا يا جماعة جايين بالجامعة العومية مش نمشي غير بالجامعة العومية طب احنا هنقول يا جماعة ان احنا غلطنا لا 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 مش هنقول ان احنا غلطنا احنا هنسيب الدنيا الدنيا كانت مولعة مولعة كام يوم اللي فاتوا قبل موضوعها قبل مطش النهائي وسايبين الاقل يعاني يحارب حربه لوحدها ويغبط هنا ويغبط هنا ويغبط هنا خد دا لك يعني تعالوا نشوف الرد اللي كان في بيان سري بعت للسادة الصحفية لا قربوا الشاشة للناس خلوا الناس يشوفوا تقرأ معانا لو سمحتوا من فضلكم ايوة كده الله يبرك لكم في صحاتكم وعافتكم قالك اكد مسئولي اتحاد الكورا ان قدرت الالي تسلمت لايحد بطولة دوري ابطال افريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت ان المباراة انها ايس تقم المباراة واحدة على ملعب محايد على ان يتم طلب استضافته اذا راغب اي نادي في ذلك وهو ما لم يحدث اي اي وهو ما لم يحدث من ايا من الاندالة المصرية المشاركة في البطولة وهي الاهلي والزمالك وقتها عكس بيرامت يعني بيرامتز اللي جات له المعلومة حتى انا سألت ساعت رسول وليد عطار يعني بيرامتز جات له المعلومة وما جاتش للاهلي اللي يوم اقاره الشروط وفي الاخر طلع انه الاهلي صح لا هو اللي بيطلب ولا بيرامتز اللي بيطلب واللي بيطلب هو الاتحاد وبالمناسبة هي مش مشكلة الاهلي بس لانه الاهلي والزمالك اللي اتنين كانوا مشاركين في البطولة الافريقية يا اخي ابعت يا اخي ده في اتنين مش واحد خد بالك يعني هو اللي حصل انه الاهلي هو اللي كمل لكن ده انت عندك اتنين كنت تعمل ايه بقى؟ بس اعرفك يعني يعني هبقى الكلام ده هو هو بالزبط لو الاهلي ما وصلش للنهائي واللي وصل للنهائي هو الزمالك هي هي لانك برضو هتبقى اهدرت حق الزمالك في انه يلعب على ملعب محايد انت اخطأت في حق الالدية المصرية بغض النظر عن الالوان بتاعتها احمر او ابيض اصلا الموضوع اكبر من كده يعني مش فكرة بس الاهلي هي فكرة انا قاعد في مكاني بس انا مش عارف انا بعمل ايه وساعة الجد انا حلبس اي حد بس مش هنطلع نعتزر هنكابر جدا اللي بعديه قالك اكد مسؤول اتحاد الكرة ان الاهلي والزمالك لم يطلبها ايضا استضافة نائي دوري ابطال افراخي خلال النسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود نادي مغربي للمباراة النهائية مما يعني ان الاندية المصرية تعرف نظام البطولة ليس من قبل البطولة الاخيرة ولكن من البطولة اللي قبلها لا طبعا واشان الاهلي لعب كايزر تشيفز في المغرب فما فيهاش ما بقى ارض محايدة فالدنيا ماشت على عدلتها يعني وحتى لو كانت حصلت ما برضو غلطتكم تعالوا نشوف ونرجع تاني لسه في كلام تاني ولا ولا دي في واحدة كمان في باراجرفتين هاتوي يا الله هاتوي قالك فيما هتعلق بالخطاب المرسل لو زرت شابر رياضة فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر ولا ما يكون نائي افريقيا من بينها بسوى عدم طلب الاهلي او الزمالك صدافته المباراة لكن برامد زوال واحد اللي وصلت له المعلومة والاهلي ما وصلت لهوش المعلومة لا هو ولا الزمالك بالمناسبة ده كلام اتحاد الكورن فيش كده اللي النهاردة تضح كم التضليل اللي فيه بالتأكيدات اللي قالها المهندسة احمد مجاهد وبالكلام اللي كشف عنه كابتن محمود الخطيب اشتركوا في القناة